السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات سومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكنفة بالمانجا طبعا احنا في موسم المانجا ولازم نستغله احسن استغلال فهنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله الكنفة بالمانجا زي ما انتو شايفين شكلها يفتح النفس وجمدة جدا وجميلة جدا 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 جربوها ان شاء الله بالطريقة بتاعتي هتعجبكم ان شاء الله جدا جدا زي ما تشايفين شكلها يعني يفتح النفس جمدة جدا يلا بقى نقول هنعمل ايه مع بعض اول حاجة زي ما تشايفين كده معايا نص كيلو كنافة انا اشتريته حطيته يوم كامل في الفريزر ممكن تحطيه يعني اقل حاجة ثلاث ساعات علشان خطر لما تيجي كده تفككيها بعيد عن بعضها تليس سهلا معاك وانتي بتفككيها كده ما تحتاجش وقت كتير ومجبود كمان انتي تقعد يتقطعيها لأ لما مندخلها الفريزر بتتفرتك كده وبتفك من بعضها بسهولة فقال لحاجة هنعمل معايا كمان كباية سامنة زي ما تشايفين كده الكباية اللي هي المجب العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي بس مليا على الاخر زي ما تشايفين بعد ما خلصت بقى تفتيت خالص في الكنافة هبتدي بقى ان انا ننزل عليها بالسامنة بتاعتي بالشكل ده والسامنة كده مش كتير هي السامنة كده كويسة جدا جدا ومناسبة جدا للكمية بتاعتي هنبتدي بقى زي ما انتشايفين كده انزل كويس جدا وبعدين هبتدي ان انا اقلب فيها السامنة بتاعتي كويس جدا بالسباتيولة كده وبعدين هاخدها على حلع النار وطبعا تكون النار هادية منهم جدا جدا وطبعا تكون النار هادية منها جدا جدا وهابتدي ان انا اقلب فيها كويس جدا فتكون النار هادية فيها على طول نقلب فيها وهنوطي بقى النار خالص زي ما قولنا وهنبتدي بقى نعمل الكريم شاندي خام بدون سكر ومعايا كمان كباية سكر بودرة او كباية لربع زي ما تشايفين وكباية كاملة من المنجة عصير المنجة عصير المنجة بس تقيل شوية ما هواش سايل وخفيف ويحطاه في التلاجة او في الفريزر حطيته في الفريزر تقريبا ساعة علشان يبقى كده جامد ومسك نفسه كده ويعمل لي كريم شانتي حلو جدا وهديهم تقليبة كده قبل ما اشغل المضرب علشان خطر العفرة بتاعة السكر بودرة والكريم شانتي ما تطلعش كده على وشنا يعني وبعدين هنبتدي ان احنا نضربهم كويس جدا ضربوا مبرح يعني بالمضرب الكهرباء مضرب اليادة وفي موضوع الكريم شانتي فالمضرب الكهرباء هو اللي بيخلص الدنيا يعني هنبتدي لغاية نضربهم لغاية لما تدينا قوام زي اللي انتو كريم شانتي بقمسك كده في المضرب يبقى كده تمام وبعدين هنرجع تاني للكنافة وزي ما انتو شايفين نقلب برضو من فوق لتحت عشان الارضية ما تتلساش ودلوقتي هوريها لكم كده في مراحلها كلها زي ما انتو شايفين هي لسه فتحة خالص وبعد شوية هتاخد كده لون زي ما انتو شايفين كده بس هي واخدى اللون اللي هو الدهبي الفاتح جدا لسه ما اخدتش لون حلو كده اول لون المناسب اللي انا عايزاه زي ما انتو شايفين كل ما الوقت بيعدي كل لما بيبقى دهبي اكتر انا مش عايزاها دهبي فاتح انا عايزاها اول درجة من درجة البنيات زي ما انتو شايفين كده هون يعني العملية دي كلها على بعضها تقريبا هتاخد في حدود تلت ساعة لغاية لما اوصل للون المناسب او اللون اللي انا عايزاه طبعا حابين انتو تعملوها في الفرن دي رحات انا مش حابة ان انا احطها في الفرن انا حابة ان انا اعملها كده على عين البتجاز وكده اللون بقى مزبوط جدا ومعايا كده عسل تقيل او سيرب او زي ما تسموه سموه انا عملته بكوباية سكر كوباية مية واول ما غالوا عصرت عليهم نصف لمونة وسبتهم لما تقلوا شوية وسبتهم بقى شلتهم من عنار وسبتهم يبردوا وبعد ما كنافة بتاعتي خادت اللون المناسب طفيت عليها وانزلت عليها على طول بالعسل البارد زي ما انتو شايفين انا مش بسأساها بعد كده لا انا بديها العسل بتاحها دلوقتي حالا وهي سخنة كده بتبقى جميلة لما تبرد شوية علشان نشوف هنعمل ايه تاني وبعدين زي ما انتو شايفين كده انا حضرت الحاجات اللي انا هعمل هزاين فيها معايا كده قلب بايريكس ومعايا كمان كبايات عادية خالص اللي هي الكسات دي هبتدي كده ان انا افرد طبقة كده من الكنافة في القلب البايريكس اللي معايا او الصينية دي وطبعا ولا تكون طبقة رفيعة ولا طبقة سميكة وكمان هزاق السطح بتاحها بس ما اضغطهش جامد علشان خاطر ما تكلبش في بعضها وكمان هحط في الكسات بتاعتي وزي ما انتو شايفين معايا كريم شنطية انا حطاه في الكيس الحلواني ومعايا كمان في الطبق عادي جدا ومقطعها مانجا نوعها ايه المانجا دي نوعها اسمه خد الجميل تسمينها غد الجميل ليه علشان كده حمرة كده وموردة فمسمينها خد الجميل زي غدوك كلكم ان شاء الله زي ما تشايفين بتبقى المانجا دي حلوة جدا بيبقاش فيها شعر خالص هتقطعيها بيها هتتبقى سايسة معاكي ومش هتقطع ولا هتبقى عصير في ايدك فعشان كده هي بتبقى غالية شوية بتبقى كيلو تقريبا بجنيه بس بتبقى حلوة جدا في التقطيع نبتدي ان احنا نفرد طبقة كده من الكريم شانتي شوية حلوين يعني زي ما تشايفين كده وهبتدي ان انا سويها كده بالسباتيولا او باي حاجة معايا والمنجا انا في منجاية اطعها كده بنصين كده والقلب بتاعها عملت مكعبات وروحت قلبال برا فعمل شكل كده لطيف خالص الشكل اللي احنا هنحطه في النص دوت بعد كده ما سويت الوش هبتدي ان انا اوريه لكم اهوت هنحطه بقى في وسط القلب كده علشان يدينا شكل جميل ويبقى واضح شوية وبعدين هجيب الشريح بتاعة المنجا اللي انا مقطعها شريح يعني وهبتدي ان انا ارصها كده جنب بعض في الصينية بتاعتي بالشكل ده طبعا هيبتدي شكل جميل جدا 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 ونحاول كده واحنا بنرصهم نخليهم كده شوية فوق بعض يعني نحط واحدة على طرف واحدة اللي قبلها يعني كل واحدة ديش احلى وبعد ما هنرصها كاملة هتبقى معانا بالشكل ده ونبتدي كمان نزينها كده في كرز انا مقطعان الصين هنبتدي كده نزينها بيه حاجة بسيطة كده وهيبقى هو ده شكلها معايا طبعا زي ما انتو شايفين شكلها تحفة جدا 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 وبعدين هنبتدي نزين الكساد زي ما انتو شايفين احنا حطينا اول طبقه من الكنافة وبعدين هنحط عليها طبقة كده من الكريم شانتي مش لازم بالكيس يعني علشان كده كده هنسويه وبعد ما هنسويها هنحط كمان طبقة عليها من الكنافة مرة تاني فوق وبرده من اضغطهاش علشان برضه ما تكلبش عشان تبقى ثلثة. وعليها هنحط المنجا. المنجا دي انا مقطعها مكعبات غير الشرايح كمان. زي ما انت شايفين كده. وبعدين هنزينها بقى بالكريم شانتي وزي يعني زي ما انت شايفين شكلها ايانها ربيض يعني فضيع. وفوق كده الكريم شانتي حتة كريزايا كده نص برضو وان شاء الله يلا معنا حد احاوس. والله عالجمال زي ما انت شايفين كده تحف يا جماعة وضاء العظيم هتنفعك جدا في العزمات. وكمان من غير العزمات يعني احنا لازم برضو مبر نفسنا يعني. هتبقى جميلة جدا 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 بالنسبة ان احنا. في فصل الصيف والمنجا موجودة كثير جدا. هتنفعكو جدا 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 الحلو ده. هيعجبه لكو جدا وزي ما انت شايفين الشكل النهائي تحف يا جماعة. سواء بقى في طاجن سواء في كاسات. آآ جميلة جدا. حلوة جدا جدا جدا. آآ طعمها يعني جميل ومش محتاج يعني امت هيقلي الريحة والطعم وكل حاجة وصلت لكم من شكلها. جربوها تعجبكو جدا على ضمانتي. وزي ما انتو شايفين شكلها بيكلم. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكو. لاعجبكو الفيديو. لايك وشير وسابسكرايب. وهستنت عليكو الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.